مرحبا حبايبي وين ما كنتوا وربي يسعدكم وتكونون دائما بخير وصحة وسلامة وربي يسعدكم المتابعيني ويجعل أيامهم مشاء الله خير وبركة اليوم أنا طبعا حلقتي تقريبا مرتبطة بالحلقة قبلها ما للذكريات اليوم ذكرياتنا مو كلش بعيدة تقريبا تسعينات ألفينات يعني قبل غزو الأنترنت حياتنا الأنترنت اللي جعل العالم قرية صغيرة العالم كلية تقدر تتواصل وانت قاعد ببيتك تعرف انه هذا البلد بيثلج هذا البلد بيحار هسه احنا بهذا الوقت يعني خاصة بعض الدول العربية اللي صار بيها مشاكل يعني الأسرة اللي كانت قبل من جمعة هسه انتشروا بالعالم يعني لو لا هذه التقنية ما للأنترنت ما كان يعني قدرنا نتواصل ما كان قدرنا واحد يعرف أخبار الله بس أرجع وأقول هذا العالم هو عالم افتراضي وبعض الأحيان الناس يعني يستغلوا بطريقة سلبية مثلا بعض الأولاد اللي قعدون على الكيبورت أو مثلا ما عندهم شغلوا عمل إلا يستغلوها يأججون الطائفية يأججون الفرقة نرجع ونسولف على الأسرة الأسرة شون كانت مثلا كان عدنا قبل هاي يعني قدتلكم حوالي التسعينات الفين قبل الأنترنت كنا نملك تلفزيون يعني قناة وحدة واعتقد همين كل أسرة عدها تلفزيون واحد يجمعهم لأن ما كوا هاي التعددي هذا يقول أريد رياضة والأخي يقول أريد مسلسلة والأخي يقول أريد يعني أباوع غير برنامج أريد أخبار كانت هي قناة وحدة وهو المقرر عليك شي طلعون بالإضافة إلى هذا الأسرة كانت تنجمع تحت السقف واحد يقعدون خاصة بأيام الشتة ذكرت من تكون المدفأة معلوقة ودائما عليها تشاي والكتلي المي والقوري تشاي والاستكانات والصينية بالمحطوطات وياهل يجي يصب تشاي والعصرية هل يجيبون الكعاك والمغربية يشوفون جوارين يطبون هنانا يعني إحنا نروح نزور بيت عامنا بيت خامنا هم يجونا كانت يعني الروابط الأسرية أكثر تلاحم بس هسه بواسطة أقول تبه للحروب أشهر ردنا بقاع العالم أصبح عندنا هذا الأنترنيت هو الوسيلة الوحيدة اللي نقدر نطمم بيها على أهاليتنا يعني رغم فوائد هذه أكوس البيات بقتلكم اللي يستغل المشاكل مثلا هذول الأطفال اللي قاعدين يعني أكثر أعمارهم ذول القنالكم يعني الألفينات كلهم يكون وزنهم ثقيل ليش شاهد لك اللفة وقاعد على الأنترنيت بس يلعب لعب ما القتال أو المزرعة هاي حسب ما أعرفاني أكثر الناس يدزولي ألعاب وقلهم رجاء لا تدزولي ألعاب لأن أنا أولا ما أقعد عندي وقت وثانيا ما أقدر ألعب هاي اللعبات الأولاد يشوفه هو يعني وزن ثقيل بس هو يقاتل وهاي كله بالعالم الافتراضي بعض الأمهات يكتبون يقولون ماما يعني صاروا أولادنا يعني حتى موجتماعيين منهم نقولهم يا مدنا نروح نزور يعني بيت أمكم بيت خالكم يقول عفوني ملتهي باللعبة ما أجي وياكم حتى قلت يعني الروابط الأسرية صاروا الأولاد منطوين على نفسهم عايشين بعالمهم الافتراضي ماعدهم نشاط ماعدهم يعني وين كانوا مثلا يجمعهم الطرف كله يجمع مثلا لعبة الكرة القدم الأولاد البنات يلعبا مثلا حبل يلعبا خرز الأولاد يطيرون طيارات يسوون مسابقات يعني كانت أكو حركة وأكو رابطة اجتماعية الإنسانا للطفل يحتكوي المجتمع يتعلم دروسه بحياته من أشياء الضرة أشياء نفعه هسه هذي كليتها انمحات ويعني بالإضافة إلى هذا كان يعني العائلة همينا شون تفككت كان تلفزيون هاي من إجانة ديش تلفزيون واحد أكو بالبيت هسه كل واحد بغرفتها تلفزيون الأسرة الوحدة قاموا ما يقعدون سوى كليتهم بالصالة بالليفنقروم قاموا كل واحد يروح يقعد بغرفتها على مودي تابع برنامجه التلفزيون هسه قل صار عندنا الانترنية هذا التلفون أنا واحدة من الشغلات اللي دائما يعني أعاني من أجهة تعرفون بحكم أولادي يعني سفرهم الدائم فمن يجون يعني أنا أسوي فد أكله يعني أكله طيبة يحبوها وأحاول أجمعهم يابا تعالوا عندي يجون هم يجون ونقعد ونسوي الأكل بس شوفوا المعانات ما دري أنتهم همين مثلي قاعدين على الميز والأكل محطوطوا قبالهم وكل واحد شاي للتلفون يضحكون كل واحد لو دي يحتيوية غرص شخص لو أكو خبر دي يعلق علي لو لك يا بد يطفوا التلفونات خلونا نقعد قاعدة أسرية يعني بالسبوع مرة كل سبوعين بالشهر مرة واحد يسولفويا شنو أنجز شنو لا سامح الله عنده مشكلة عنده معانات ماكو وقدت لكم الأطفال همين ماذا يحبون يعني يكونون اجتماعيين كل واحد بعالمة الافتراضي ما عادوا محتكاك بالحياة ما عارفين الحياة بصورة صحيحة شنو بيها خير وشنو بيها شار لأن عايش لك بهذا العالم بالإضافة إلى هذا يعني خاصة بلدان يستخدمون الأنترنت بصورة خاطئة أنه يأججون الطائفية يأججون يعني الشغلات الدينية أنت هيتي أنت هيتي هذه كلش خطأ مثلا بعض الأولاد اللي عندهم هاي النزعة الشرانية ما عنده إلا يهاجم واحد منزل برنامج رأسا غلط هيتي منك هيتي منك إن شاء الله هيتي يصير بيك ليش هذا هذا همينا إنسان يعني دي يشعر بالإحباب ترى بس قاعد هو ما دي يحس بنفسه بس قاعد دي يذب نقمته يعني إنسان طاقة دي يذبها وين على الكيبورد يعني يستغلها بصورة خاطئة يعني أقول يا ربي إن شاء الله تستوعبون من هذا من كلامي وخاصة أنا قلت لهم قلت لهم يا به يعني حتى رح أقول الخوالكم العمامكم إنه إحنا خليفة ديوم يعني بالأسبوع مرة نطفي التليفون ونقعد قاعد قالوا لي ماما هم وين هم واخوتك وخواتك دات نجمعين وياهم أنت بأمريكا عندك أخوان بالمغرب عندك أخوان بتركيا بالأردن في فرنسا في لندن لضحكون علي ترى وأكثر العوائل هسه يفتحوا لي قلبهم يسولفوا لي شون إنه هو أقول تبا للحروب إنه جعلتنا عايشين كلتنا بعالم الافتراضي بهذا العالم اللي اللي الأسرة هي نفسها بداخل البيت تفككت والعوائل الكبيرة اللي صاروا كل واحد يعني عايش بهاي يعني بهاي الأرجاء المعمورة إنه مثلا نادرا ما يلتقون ونقول الحمد لله عندنا هذا الأنترنت بس أرجع وأقول أي تقدم إلى سلبيات وإلى إيجابيات وأقول يا محلة لمتنا من شنة ويا محلة قعدتنا داير ما داير الصوبة وشون نجيب الحب نكرس وشلون نتلمنا السالف وأذكر مرة كانوا بال والله يمكن ما أذري بال 95 بال 98 كانت أكوش مسلسلة مكسيكية طلعوها كان الأسواق تعزل كلها أذكر اسمها قوادالوبي هذه كانوا وكل يتركضون المغرؤ يعني هي تطلع تقريبا بثمانية في العالم يروحون يجيبون الخبوز ويلحقون يسوون العشاء وهذه ستبدأ المسلسلة يشوفون تتمدين رأسك تشارع هادئ الأسواق حتى أبو المخضر يغطي الخضر مالته ويرجع ليش كانت حياتنا رومانسية أكثر هسه رغم يعني تقنيات الفيديو وتقنيات الحضارة بس أصبحنا كل إنسان يعني كل يعني كل شخص هو عالم يعني عالم واحد كل واحد عالم ذاتي واحد كل واحد واحدة يعني أقصد واحدة عايش تشوف الطفل عنده اهتمامات أنه يدور لعب جديدة المرة تروح تدور مواقع مكياج مواقع شنو مثلا الرجل يدور مواقع سياسية مواقع اللي يروح ف يعني أقول لكم هذا رأيي أنا ومادري شو تقولون نقول أنه التحضر أخذ من عندنا جزء من الروابط الأسرية وأرجو أن تتفاعلون وياي إلى عجبكم الموضوع ومحبتي لكم وربي يسعد أيامكم وأكيد هس نحن همين قد نتواصل بهذه التقنية وأبعث لكم حبي وسلامي موسيقى